موسيقى تساعد في تهدئة آلام المعدة وتخلصكم من الشعور بالمغص وعدم الراحة عسر الهضم المعدة المضطربة أعراضها الغثيان التشنجات آلام مبرحة انتفاخ البعدة عدم الراحة في منطقة البطن يعني مغص حاد في المعدة الجهة العلوية من البطن الأسباب يمكن تكون التهاب يوجد بالمعدة القرحة المعدية الأكل الغير الصحي يمكن يكون فيه بيكتيريا كذلك مثل الإفراط في تناول الدهون الطعام بكثرة المأكلات الحرة المشبعة بالدهون والزيوت الإفراط في تناول الطعام بسرعة الاستهلاك المفرد للقهوة الكحول التدخين القلق الاستخاس الحالة العصابية التوتر الحالة النفسية حضرت لكم اليوم علاجات طبيعية من المنزل تخفف لكم من حدة آلام المعدة والتشنجات والمغص الحاد المفاجئ والغير المفاجئ تابعوني أخواتي إخواني مع المكونات والوصفات وحدتي والأخرى أولا عندنا زهرة البابونج بإنكانكم استعمال الأكياس الجاهزة المصنوعة من البابونج أو زهرة البابونج مباشرة مهدئة لآلام المعدة البابونج له خصائص ممتازة في تهدئة الآلام والمغص وحتى في البشرة في الاستعمالات التجميلية البشرة الحساسة مثالي لها أظهر البابونج هكذا في كوب نضيف لها الماء المغلى ساخن جدا تركيها تتخمر لمدة عشر دقائق حتى ربع الساعة طبعا نضع إيناء كبير يكفيك لثلث وجبات لثلث مرات قم بتصفيتها وتحليتها بالعسل واشربها بعد كل وجبة ممتازة هذه الوصفة في تهدئة آلام المعدة والمغص الحاد ننتقل الآن إلى الوصفة الثانية نأخذ كوب من الماء الدافئ الفاتر نضيف له العسل تقريبا ملعقة طبعا أي نوع من العسل عندك يكون جيد الجودة طبعا أو المانوكا هاني يستورد من النيوزيلندا اللي عندهم في الدول العربية هذا النوع من العسل يستعمله في ماء فاتر ويضيف له قليل من عصير الليمون يتناول بعد كل وجبة هذا العلاج يزحلكم هذه الألام والمغص الحاد الوصفة الثالثة بإمكانكم وضع عصير الليمون فقط في كأس ماء دافي للواتي يعني يريدنا من إنقص الوزن كذلك ووضعه في كأس ماء دافي ويتناول بعد كل وجبة كذلك الوصفة الرابعة عندنا بذور الشمر إحنا في الجزائر نسميها زريعة البسباس الشمر معروف يعني في جميع دول العالم كذلك نفس الشيء يفولوا الماء الساخن جدا تركوه يتخمر لمدة عشر دقائق طبعا اسنعوا كمية تكفيكم لثلاث أكواب وقوموا بتصفيته وتحليته إما بالعسل أو بدون تحلية تناولوه بعد كل وجبة كذلك عندنا ماء الآرز الرز الرز العادي قوموا بغليه في الماء أو تصفيته ولما يبرد قوموا بشربه بعد كل وجبة يعني ثلاث مرات في اليوم أو أربعة يعطيكم نتائج ممتازة يخفف آلام ومغص المعيدة الوصفة الموالية عندنا حبة حلاوة الينسون الكمون الحلو كل بلد كيف يسميه الينسون حبة حلاوة هذا كذلك نضعه بنفس الطريقة ضعه في ماء ضعوه بنفس الطريقة مقدار يكفيكم لثلث أكواب يوميا في إناء ضعوه ماء ساخن جدا مغلى تركوه يتخمر ربع ساعة حتى عشرين دقيقة ثم قوموا بتصفيته وتحليته إما بالأسل أو بدون أسل واشربوه بعد كل وجبة الوصفة الموالية عن زنجبيل الأخضر هذا كذلك نفس الشي بنفس الطريقة تركوه يتخمر لمدة ربع ساعة حتى عشرين دقيقة حتى نصف ساعة لا بأس ثم قوموا بتصفيته وتحليته إما بالعسل أو بدون عسل يشرب كذلك بعد كل وجبة هذه هي الوصفات أخواتي تقريبا ثمن وصفات نتمنى تستفادوا منها وكل واحد يستعمل الموجود عنده في المطبخ نتمنى لكم الشفاء العاجل للمصابين بألام المعدة المفاجئة أو الألام المتكرر دائما وكذلك ضروري من زيارة الطبيب هذه علاجات منزلية تعطيكم تخفيف من الألام وتزيلها طبيعيا إذا استمرتو عليها نشكركم أخواتي على الدعم ونشكركم على ثقة نشكركم على الانضمام إلى قناتي وإن شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء سلام